اشتركوا في القناة لدى الطيور كثيرة هي العناصر المليئة بالفيتامينات والبروتينات وحتى الكالسيوم ولكن للأسف الشديد هناك الكثير من المربين والمهتمين بعالم الطيور يتهاونوا أو يبخلوا عن تقديم حبوب أو خضروات أو أعشاب طبيعية لطيورهم مع العلم هذه الأشياء سهلة المنال ولا تأخذ من وقت كثير في البحث عنها في معظم الدروس كنت حريص جدا على هذه المواضيع التي تسلط الضوء عن التغذية وخاصة العناصر البرية لأن فيها فوائد لا تعد ولا تحصى لأجساد الطيور عامة والطيور الحبيسة خاصة ولا ننسى أن الغرب يقدم لنا أغذية متكونة من بعض الحبوب المتواجدة في الطبيعة وكثير من الجمعيات الأوروبية المختصة في عالم الطيور تشجع في تقديم هذه العناصر البرية للطيور وخاصة الحبيسة في الأقفاص طبعا أنا كمربي للطيور لا أدعم هذه العناصر التي تأتينا من الخارج والسبب يعود لطول المدة التي تكون فيها هذه الحبوب داخل العلب والأكياس المغلقة فتقل فوائدها وأحيانا تكون مدة السلوحية منتهية فتنقلب الأمور إلى الأسوأ بعدما كنا ننتظر الأحسن ولكن أشجع وبقوة اقتناء هذه الحبوب من الطبيعة المتواجدة عندنا لأنها تكون طازجة وغنية بالفوائد الطبيعية من بين هذه العناصر التي يتحدث عنها هي حبوب الشوك أو بما يسمى في أغلبية الدول العربية بذور الشوك هذه الحبيبات غنية جدا بالفوائد التي تحتاجها كل الطيور البرية والطيور الحبيسة معا من فوائد بذور الشوك للطيور أنها تحمي الكبد من الأمراض وتساهم في تجهيز الطيور كما أنها مفيدة لمناعتهم من الأمراض ومعالجة للإمساك أيضا مفيدة للجلد ومضادة للأكسيدة والقائمة تتول في ذكر فوائد بذور الشوك المتواجدة في الطبيعة بالنسبة لكيفية تقديمها للطيور فهو كالآتي تطحن قليلا ليسهل على الطيور أكلها وتقدم مرة في الأسبوع بكمية قليلة وبهذه الإرشادات أكون قد وصلت إلى نهاية هذا الدرس في أمل اللقاء مجددا بدروس مفيدة لطيوري وطيوركم وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته